أريد ححطه لحلقاتنا النهاردة إذا ما أردنا النهوض بكرة القدم فلابد من الاستقرار الاستقرار استقرار الفني الاستقرار الإداري حيتبعه نجاحات في كل مناحي الرياضة المصرية الاسبوع ده حدثين كبيرين في ناديين من قلاع الرياضة في مصر بل في الوطن العربي نادي أزمالك والنادي الإسماعيلي نادي الزمالك حبد أبي القلع الرياضية الكبيرة و أنا دايما لي تعبير أقول أن الجناحين اللي بتطير بيهم الرياضة المصرية وليس فقط كرة القدم الأهلي والزمالك دول العمودين الأساسيين في بيت الرياضة المصرية لما بيكون في استقرار في الأهلي وفي الزمالك ليس فقط في قرة القدم بل في مختلف اللعبات ده بيصب لصالح المنتخبات المصرية وبالتالي أنا أكتر واحد بيكون داعم لاستقرار الناديين دول على وجه الخصوص والأندية الجماهرية على وجه العمود نادي الزمالك للأسف الشديد خلال الفترة الأخيرة ما فيش استقرار إداري حتى بعد انتخاب مجلس الإدارة السابق شفنا صراعات عديدة جدا وما بين القول بالحجز على أرصدة النادي وما بين نفي من الجانب الآخر وأنا هنا نديت مرارا وتكرارا وقلت يا جماعة الخير أرجوكم نحو الخلافات اللي ما بين رموز نادي الزمالك جانبا من أجل إعلاء نادي الزمالك ومن أجل عودة نادي الزمالك لتراك البطولات مرة تانية زمالك الموسم الماضي خرج خالي الوفا ما فيش خدش حاجة بسبب التخبط اللي كان موجود في نادي الزمالك وبسبب الأزمات المالية الكتيرة جدا اللي كان موجود فيها نادي الزمالك رئيس مجلس الإدارة المنتخب بحكم أو بآخر بعد عن المشهد وقلنا حنكمل بمجلس الإدارة المنتخب إلا أننا فجئنا هذا الإسبوع في مطلع هذا الإسبوع مساء السبت باستقالة جامعية لمجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل وإمضاءات من مجلس الإدارة اللي خرج في الإستقالة الجامعية تمام بسواء كان كابتن خالد لطيف أمين السندوق كابتن جمال عبد الحميد هو اللي ممضاش الوحيد طبعا عضو مجلس الإدارة أحمد مرتدى منصور عضو المجلس اللو علاء مقلد عضو المجلس المهندسة ماري مرز السيد النائب سليمان وهدان السيد اللواء علاء الدين ناجي والسيدة الأستاذة بسانت سيد مصطفى جوهر وأيضا الأستاذ أحمد محمد دعبس والمستشار محمد محمود محمد محمود دي كانت استقالة جماعية لمجلس إدارة نادي الزمالك وبالتالي وبالتالي أنا بقولها مرارا وتكرارا أن الزمالك في حاجة إلى الاستقرار وبدع رموز نادي الزمالك وبقول لهم وبهمس فوق أذنهم أما أنا الأوان أن يتحد رموز نادي الزمالك من أجل هذا الكيان الكبير اللي خيره على الجميع أنا الأوان ولا لسه هناخد جولة جديدة من الصراع هناخد جولة جديدة من التباعد اللي في الأول وفي الآخر بيصب سلبا على هذه القلعة الرياضية الكبيرة هل يترى الفترة اللي جاية هنلاقي في نادي الزمالك مجلس متوافق يعمل على عودة نادي الزمالك إلى سابق عهده من حيث تحقيق البطولات ومن حيث تقديم كوادر جديدة للرياضة المصرية ولا نفس الأمر هنستمر جبهات متنحرة أتمنى أتمنى أن يكون القادم أفضل لنادي الزمالك ومرة تانية حاولوا حاولوا تحطوا أديكو في دين بعض لأن الفترة اللي جاية لو دا ما حصلش الكل حيتكشف قدام الرأي العام وقدام جماهير الزمالك التي لم ولم تغفر أبدا لمن يفعل بناديها ما يفعل هناك حكماء في نادي الزمالك وما أكثرهم حكماء وما أكثرهم ورموض وما أكثرهم حكموا حكموا صوت العقل أعملوا لجنة حكمة وعودوا شوفوا من صحة النادي جاية فين شوفوا الانتخابات اللي جاية وأنا أتمنى إذا حدث انتخابات في نادي الزمالك ويأتي من يأتي لقيارة نادي الزمالك جاء المجلس اللي استقال جاء مجلس آخر إن الكل في ذلك الوقت ينحل خلافات جانبا ويقف لمن تنتخبه الجامعية العمومية يقف وراءه من أجل نادي الزمالك مش حسمي أسماء يجي اللي يجي يجي اللي يجي لكن الكل يؤفره ما يحصلش اللي حصل للفترة اللي فاتت من تناحر ما بين مجالس الإدارة وما بين مجالس سابقة من تناحر ما بين اللاعبين ومجالس الإدارة إيه ده ما بلاقيش ده بيحصل في أي نادي ما بلاقيش ما شفتش ده في النادي الأهلي ما شفتوش في الاتحاد السكندري ما شفتوش في المصر بورسعيدي ما شفتوش في أي نادي موجود في الدور الممتاز ده حضراتكم اسمكم نادي الزمالك الجناح الثاني للرياضة المصرية والعربية بقيمته الكبيرة جدا فأتمنى بعد الأحداث المتلاحقة هذا الأسبوع أن نشاهد استقرار إداري يتبعه استقرار فني ونجاحات في مختلف اللعبات داخل نادي سمالك دي واحدة